اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى هون القاعدة انتبهوا اذا في بقايا لأي ورقة مثلا ورقة كانت يابسة وبتكون تشيلوها انتبهوا ان تكون كتير القاعدة نضيفة ما يبقى اي أثر للورقة لانه بيبقى مكان مناسب وبيقى مناسبة للحشرات ان تكون مخباية بانه توقات اللي بتكون موجودة مثل ما لتلكون اذا في بقايا لورقة فالقاعدة نضيفة حتى نهيئ انه تجي نموات جديدة المهم جزورة كانت جافة كتير كافية جفاف وتلف شلت اللي ما له لزوم وتركت المناسب حتى هيدول تركتون يعني اذا عندكن شي مايل شوي للاصفرار معلش خلوه لانه بيعت رتوبة للنبتة نفسها لما ياخد المي ويمتص عند الرأي يعني ورأى كانوا كتير تعبانين رخوين مثل ما فرجيتكن هاي تماما يعني المفروض انا من اول ما عملت التجربة هاي فرجيكن ياها تشوفوا الفرق قبل وبعد بس صدقوني صدقوني الوقت ابدا ما بيساعدني المشاغل والدوام وإلى آخره حتى حتى التطيرانسي ما نفاضيطلة وفكرة اني إلا باي باي صرفها يعني لانه بدى رعاي وبدى تركيدي وراها وتنطفي وراها وا 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 ما في وقت خلاص تعبت صراحة يعني فهي كان لازم فرجيكن ياها اول ما عملتها ولكن عسرية انا حطيتها هلا فرجيكن كيف كان الطريقة ورجعت الله صدقوني بقى قل من اسبوع كان في فرق اوراق الرخوة اسيت عن جد اسم الله علي وين كانت يعني بتشوفوها بتقولوا لأ حنرمية انا فاضي اطلع انا راي اطلع انا بده وبده لا 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 الطريقة كتير كتير سهلة وكتير بسيطة مي نظيفة يدوب من تحت هاططتها من تحت حاطة الاناق هيدا حتى يمسك النبتة لانه كانت رخوة و ما قادرة اني ثبتها يعني لا هلا الحمد لله ثبتت وصارت ما احلاها الجزور اللي من تحت تلامس المي جايفين معي الجزور اللي تحت تلامس المي وخليها بهيدا الشكل مي انضيفة بغيرها كل اسبوع وبتركها حتشوفو الفرق صدقوني بفترة كتير وجيزة الاوراق اسيت بدت تتبقى صحية الجزور قويت حتى المفروض يبدأ يكون في نموات جديدة حتعطينا شي جديد ولكن مثل ما قلت لكم انا الفترة بعد قليلة يعني ما اخدت وقت كتير ولكن حتعطي جديد دامة وراءة قويه والجزور نوعا ما صحية ما فينا نقول اني بالمر يعني برجع بالكون اذا لقيتوا هال اسفيرار هيدا هون لما كان في السفنجة السفنجة سبع وحكينا عنا وقلنا انه بتضل غاب بمي وبالتالي في ري زايد هون عم يوصل لانه في فونة شلناها ما لازوم ولكن خليت انا الجزور هيدول اللي ممكن تقولوا لأ تعباني انا تركتون حيعطوا نتيجة يعني حتى اذا بتشوفوا هون من تحت خضر جزور خضر ما احلقها فالطريقة بكل بساطة شوية مي تلامس الجزور اللي من تحت وتتركوها مع اضاءة طبعا بدأ هلأ الربيع ونهار بدأ يطول وهيدا شي كتير بيساهم انه يحسن من النبتة لانه الاضاءة عامل مهم ما في شك فهي ابسط واسرع طريقة حتى بتذكر مشتركة معي قالتلي انا بضل هي زارعتها لنبتة بالبارك يعني عادي بالتربة الخاصة بالأوركيد قالتلي انا بضل فيه مي من تحت وقالتلي هاي المي عم بتلامس الجزور قالتلي ايه وكتير امورة تمام فانا انا اول شي الوهل الاولى قلتلي انتبهي لتاخد يعني تضلى غرقاني كلها بالمي هيدا غلط فلما قالتلي لأ بس من تحت لامسة بس الجزور اللي من تحت فهيدا الشي صحي نفس الطريقة اللي انا هلأ عملت وعطت نتيجة ولكن انا لحتى تابعة فتركت بدون اي شي لان اتخل لكم انا شلت ونضفت وإلى خير وهيك بدي تابعة غير لما تكون مزروعة هيك بيبقى اسهل يعني مي يدوب من تحت مي نظيفة لازم تكون بدون كلور من غير تقريبا بالاسبوع فينا نزرع عادي وفينا نضلنا بهي الطريقة اللي هي الزراعة المائية سبقوا حكينا عنا ففادتنا بإنه ما غلبتنا ما صار في التعفن وأعرف ام تقروية وفي ناس ما لنخلق بدك تتابعي يعني الأوركيد بده متابعة جد ري زيادة بدرة وقلة مي كمان بدرة لأنه هي دائمة محتاجة رتوبة محتاجة جو ونسبة عالية من الرتوبة فهي الطريقة بتبقى أسهل بس منغير للماء وهي حط تعطي وط تعطي إن شاء الله كمان برجع بكمل معكم لأن شو في نموات جديدة أنا بتوقع هيكون في جزور جديدة عند القاعدة وكمان متوقع تبدأ هلا أيام النموات لنباتات عامة متوقع أن يكون في ورقة جديدة كمان فهي طريقتنا للأوراق الرخوة اللي مثل هيد اللي معي هيد تانية هاعملها بطريقة تانية هنحكي فيها بفيديو لحال ويعني عشان هيك أنا ما عملت بنفس الأولى هاي وحطيتها ميلة هاعملها طريقة تانية ورح نتابعها مع بعض النبدة هاي الأسبوع الماضي يمكن أقل من أسبوع عملت إلي فيديو فرشيت كيف لما حطينا الليمون مع المي وكيف قلنا أنه بنبه النبدة وبيحفزها بين صدق خلينا نقول هيدا التاني شهر قلتلكم أنا بعمل الصراحة أنا بس بدي فرجي لكم النموات لوين وصلت ما شاء الله ماشي الحمد لله الحمد لله وهيدا التاني اللي من هون الوراق الصراحة يعني أنا احترت كيف بدي ديرهم ما بدي لكم هون كيف أنا بتضروف عم تاخد ميلان وهي نفس الشي عم بترجع برجوع فأنا شلت العودة اللي بنبقى بنثبت فيها الأزهار وهيدا السؤال اجاني مرة انه هل من الضروري انا ثبتها مش من الضروري هيدا شي بيرجع لك لانه هي اذا النبتة قوية فبتبقى الساق ماسكة نفسها لانه ما شاء الله صحية ولكن التثبيت بيعطيها شكل كيف بدك تميلية كيف بدك اي اتجاه تعطي الى آخر فأنا شلت لاني بدي ااخد حذري وانتباهي على النموات هاي الجديدة ما بدي تزعج ودعي الاوراق وبعد شوي يعني بعد فترة هيك لما لقيهم قوي حسبتهم ولكن بتكون تنتبهوا لانه هن كتير بيبقوا طرايا يعني ما بدنا نخسرون يعني نحن ما صدقنا لقيناهم يعطوا وحقيقة بياخدوا العائل يعني انا ما بعطي فرحتي لحدا بهي النبتة نموات جديدة رغم ان هي بعدها مزهرة يعني هايدي انا قليل ما صادفني بورقة جديدة كمان اسم الله علي رغم ان انا هاي شلت لها السفينجو وهي مزهرة صراحة ما بخفي عليكم وقلنا انه لأ اجلوا انكم تشيلوها من الاناء لانه قلنا هي بتاخد صدمة ولكن هاي الحمد لله يعني قاومت معي اتحملت الحمد لله ولكن انتوا للإحتياط لاني وعرض ان هي تاخد صدمتها ويعني تتعب وتاخد وقت لترجع اجلوا اجلوا وانا ما قدرت اجلها انا اضفت وعملت اللي لازم بجزورة كلها بعد ما شلت لها لسفنجة وشفت شوف في اشي تالف وارجعت زراعت الحمد الله من احلى ما يمكن يعني الشي بفرح من القلب بجد يعني هاي بس تخليني فرشيكم لتشوفوا لوين بادية تعطي وعين الله علي ويا حبيبتي انا الاوان بعد اسبوع صر لها انه ارجع اروية الجزور جاف بدا هاعطي اروية ولا تنسوا الاسم دي اللي حكينا عنا بشوفكم بالفيديو القادم حيكون عن هاي الدبلان اللي حالتها بتزعل هاعملها معكن للطريقة قبل ما يؤموا يعني قبل ما تاخد التجربة مفعولة انا هابدع معكن ونعملها من الاول بشوفكم على خير بصحة وسلام وبأمان الله والله محكون حبيبتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى